أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أغل خليفة رئيس الوزراء الموقر وزارة الصحة بتجديد الرقابة على عمليات صرف الأدوية في الصيدليات الحكومية والخاصة بمختلف محافظات المملكة والتأكيد وبالتأكد من مدى اتباعها للأنظمة القانونية المعمول بها وما يسهم في الحد من صرف الأدوية بغير وجه حق أو بدون وصفات طبية وشدد سموه على همية عدم التساهل في أي أمر يتعلق بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين مع تجديد الرقابة على مخازن الأدوية والتأكد من الشراطات التخزين والبيع ومراقبة الأدوية المخدرة والأدوية الخاضعة للرقابة وبما لا يترك مجالا لضعاف النفوس التلاعب بها لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة وسلامة أفراد المجتمع ووجه سموه إلى تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص لمراجعة القوانين والإجراءات التي تحكم آليات صرف الأدوية بالصيدليات الحكومية والخاصة وتغليض العقوبات على المخالفين وتأكد من مدى الالتزام في الاشتراطات الواردة في القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية ورفع تقريرها إلى مجلس الوزراء ويأتي هذا الأمر في إطار ما يليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله من اهتمام برعاية الصحية وتحقيق أعلى مستويات الجودة المقدمة للمواطن والمقيم والحرص على الالتزام بالقوانين والبروتوكولات التي تنظم عمليات صرف الأدوية بما لا يدعو أي مجال للإستغلال أو التربح وهدر الأموال العامة المخصصة لشراء الأدوية ترجمة نانسي قنقر